الجمعة الثلثة على التوالي حرمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الالاف من المصلين من اداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك تحت ذرائع حفظ الامن والنظام وادى الفلسطينيون صلاة الجمعة في شوارع المدينة وطرقاتها المؤدية الى البلدة القديمة وحاراتها وعلى ابواب الاقصى وذلك بعد منع الشبان الذين تقلوا اعمارهم عن الاربعين عاما من الدخول الى المسجد وفرضت سلطات الاحتلال قيودا مشدددا في مدينة القدس المحتلة وحولتها الى ثكانة عسكرية حيث انتشرت وحدات الاحتلال المختلفة في المدينة وشملت الوحدات الخاصة وحرس الحدود والشرطة والخيال والكلاب البوليسية كما اطلقت مروحية ومنطاضا حراريا في سماء المدينة لرصد وتصوير حركة المواطنين في القدس اما المسجد الاقصى فقد بدت ساحاته شبه خالية واغلقت معظم ابوابه ونصبت عليها الحواجز والسواتر الحديدية ومدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى الشيخ عزام الخطيب قال ان حوالي خمسة الاف مصل فقط ادوا صلاة الجمعة في الاقصى مستنكرا لقيود الاسرائيلية على دخول المصلين الى المسجد الاغلاق اليوم كان بطريقة غير مسبوقة داخل الاحياء الفلسطينية قبل وصول المسجد الاقصى يعني على سبيل المثال من سلوان حتى استطعنا خرج من سلوان كان هناك اربع حواجز والطرق التي تستطيع استعمالها هي تقريبا معدومة هناك طرق حولت لاستعمال المستوطنين واليهود ممنوع منها الفلسطينيين حتى تصل الى هذه المنطقة يعني هذه اعتبارها رحلة عذاب الهدف بسيستهم وبالنفس الطويل تاعهم هو حصار المسجد الاقصى والحقيقة هذه المكعبات الاسمنتية اللي بضعوها في كل الطرق بدون ما نذكر اسماء الطرق والقرى والمداخل التي تؤدي في القدس هو الهدف الاول والاخير تقليل عدد حضور الناس الى المسجد الاقصى اشتركوا في القناة